موسيقى بعد ما دخلنا مجموعة التاسكس اللي عندنا عايزين نعمل بعض الـ Editing على التاسكس زي نقدر نعمل Copy نعمل Delete نعمل Insert ودي الحاجات اللي احنا عرفها مع بعض دلوقتي ان احنا نعمل Copy الـ Task طبعا من الحاجات اللي ممكن انها تكون متكررة لان ممكن يكون عندي بعض الـ Task اللي بتكرر فبحب ان انا بدل ما اكتب الـ Task كله ودخله معلوماته واقدر ان انا اعمل لها Copy-Paste طبعا الـ Copy-Paste بتتضمن كل حاجة بتتضمن الـ Duration الـ Start الـ Finish وتتضمن ايه لو في اي resources لو في اي cost انا ندخلها على الـ Task ده بتتضمن في الـ Copy-Paste اللي احنا هنعمله فمع وضوع الـ Copy-Paste سهل جدا هتقول مثلا ان موضوع الـ Payment ده حاجة هتتكرر مرتين انا هتفع على مرتين وعايز كل مرة تبقى Task مستقل طيب الـ Payment بدل ما هي One Week احنا هندخلها نهية One Day وعايز اقول ان الـ Task ده حيتكرر مرتين ازاي ادري اقول الموضوع ده باجي عند رقم 4 بتلاقي ان الماوس زي ما نشايفين كده بيتغير الايكون للماوس بيبقى عامل زي ما يكون أرق اسود مشاور على الـ Task مجرد ان انا بدو استرار الشمال فبيختار لي الـ Task بعد كده بقدر ان انا ادوس Control-C ده اللي هو بيعمل Copy بعد كده Control-V اللي هو بيعمل Paste فبيظهر الـ Task عندي بكل صفاته بداية نهاية Duration بنفس الطريقة دي لو انا عملت امر ومحتاج ان انا ارجع فيه فانا بعمل undo الـ undo ممكن اعملها عن طريق حاجة من الاتنين يئما Control-Z Control-Z هي undo او ان انا بختار الـ undo ايكون فيه الـ Quick Access فانا بعمل undo فبيشل لي الـ Copy-Paste اللي احنا كنا عملنا الطريقة التانية ان انا برضو بختار الـ Task اللي انا محتاج ان انا اعمله Copy وبختار الـ Icon اللي هو Copy من قائمة Task بختار قائمة Task واختار Copy وبعد كده بختار Paste اول ما بختار Paste بيعمل لي Paste للـ Task اللي انا اخترته فوق الـ Task اللي انا كنت مختاره تمام ففيه طريقتين وثلاثة في كتير من الاوامر اللي احنا هنتعرض لها ان احنا نعملهم واحدة عن طريق الـ Shortcut واحدة عن طريق الـ Icons اللي موجودة عندي لو عملت Undo تاني وقلت في الحالة دي انا عايز اعمل بالطريقة التالتة ان انا هايجي برضو اختار الـ Task وبعد كده بادوس الزرار اليمين في الماوس بتطلع عندي المينو المينو دي ضريفة جدا لانا بتتغير مع كل امر من الاوامر مع كل اختيار من دولة اللي انا بختاره بتطلع لي مجموعة الاوامر اللي انا ممكن اعملها مع الـ Selection اللي انا مختاره فهنا انا هاختار Copy وبعد كده هدوس برضو تاني الزرار اليمين واختار Paste فبرضو هيعمل Paste اللي انا عملت له Copy فوق الـ Task اللي انا كنت مختاره اقدر اعمل Multiple Paste اه برضو ضرار اليمين وبعمل Paste فبيطلع عندي Paste جديد للـ Task اللي انا مختاره لو حبيت ان انا اعمل Delete برضو منتهز سهولة ان انا مع الزرار اليمين وبختار Delete Task Delete Task بيلغيلي الـ Task اللي انا مختاره وبعد كده لما حنعمل Link ما بين الـ Task وبعضيها حنتكلم لما حامل Delete Task و لما حامل Delete للـ Summary Task ده هيقصلي ازاي على بقية الـ Task الموجود عندي لو انا حبيت اضيف الـ Two Payment Tasks اللي عندي تحت One Main Task يعني هعمل Summary للـ Payment Tasks تحت One Task اقدر اعمل الموضوع ازاي؟ انا عايز اعمل Insert لـ New Task يبقى لو جيت عند Payment اللي هو Task رقم 4 ضع الزرار اليمين واخترت Insert Task ايه اللي هيحصل؟ انه هو هيضيف لي Task Blank موجود فوق الـ Task اللي انا كنت مختاره و انا حنكتب مثلا الاسم الـ Task ده حنكتب انه هو Payment Summary تمام؟ زي ما حتنا شايفين هو اضاف كـ Task عادي جدا لا انا عايز افهم الـ MS Project ان Payment دي ممكن نسميها Payment 1 نحن نغير فيها نقول دي Payment 1 ونيجي نغير هنا ونقول دي Payment 2 الـ Two Tasks دول سب تحت Payment Summary طيب اقول الموضوع ده ازاي؟ وردو كالعادة عندنا كزا طريقة هاختار Payment 1 و Payment 2 وحاجي في قائمة Task Pull Down Menu Task وحنلاقي عندنا الـ Indent الـ Indent اللي هو الـ Indent Task اللي هو ممكن ادوس Alt Shift Right هيعمل لي ايه؟ اندنت يبقى ايه؟ الـ Indent دي بفهم الـ MS Project ان الـ Tasks اللي انا مختارهم دول عبارة عن Sub Tasks للـ Tasks اللي قابليهم ففي الحالة دي Payment 1 و Payment 2 زي ما انتوا شايفين كده لازالوا البار بتاعهم بنفس الشكل انما الـ Payment Summary حصل حاكتين حصل ان الـ Payment Summary بقيت bold ودي بتبين لي معنى كده ان ده Summary في حاجات تحتيه Sub وشكل البار هنا اختلف ما بقاش زي مكان البار العادي اللي عندنا اللي هو لونه ازرق لا بقى لون وشكل بار تاني اللي هو بيعبر لي عن السمري يبقى دا طريقة لاستخدام الـ Indent ان انا افهم المس بروجيكت ان المجموعة التاسكس دي هي Summary هي سب تاسكس لمين تاسك عندي ان انا حابب ان انا اضيفه طيب خلينا نعمل ايه؟ undo هنعمل undo تاني ان انا هشيل الـ New Task اللي انا عملتله Insert وعايز اقول للمس بروجيكت بصورة تانية ان انا عندي كذا تاسك دول اللي انا عايز اعتبرهم سب تاسكس لتاسك مين طيب هقول الموضوع دا ازاي هاختار الـ Two Tasks اللي عندي وحاجي تحت المينيو اللي اسمها تاسك برضو هلاقي عندي في Insert حاجة اسمها Summary طيب Insert Summary Task وزي ما احنا عاملين On للـ Tips فهو هنا بيقول لي دا Insert Summary Task لو انا عملت Insert للـ Summary Task دلوقتي هيحصل ايه؟ هيعمل لي Insert لتاسك جديد فوق التاسكس اللي انا بيختارها وحيحول لي تاسكس اللي انا بيختارها دي ان هي تكون Subtask خلونا نشوف مع بعض تمام زي ما شايفين كده عملي New Summary Task وتحتي الـ Two Tasks اللي انا كنت مختارتهم خليهم دلوقتي Subtask اقدر غير اسم الـ Main Task ده اقدر غير اسمه طبعا هسميه مثلا برضو Payment Summary زي ما احنا كنا اتفقين وانا بشتغل بالـ Summary حلاقي ان الـ Summary ده بيسهل لي حياتي جدا ان انا قسم المشروع الكبير ده لمجموعة من الـ Tasks الا اقل شوية الا اصغر شوية او الـ Subcategories زي ما احنا عملنا كده مع بعض في الـ WBS اللي هي الـ Work Breakdown Structure الـ Work Breakdown Structure ان احنا بنقسم المشروع الكبير لمجموعة اصغر من الـ Subtasks او الـ Decomposition اللي احنا بنعمله طيب حقدر احقق الموضوع ده ازاي ان انا مثلا عايز اضيف summary لكل الـ Tasks دي ان انا اقول ان كل الـ Tasks دي تحت الـ Main Task اسمه Buy Apartments احنا قلت ان المشروع بتاعنا هو ان احنا هنشتري شقة هنعمل لها الـ Finishes بتاعتها و هنعمل لها الـ Furnishing لها فهنقول ان دي اول مجموعة الـ Tasks كل ده بيمثل ايه تحت Main Category اسمها Buy Apartments فلما انا جيت عند Market Research واخترت من Task Pull Down Menu واخترت Summary حيطل عندي ايه؟ حيطل عندي New Summary Task بس عشان انا اخترت Task واحد بس فحيقول لي ان الـ Summary ده هو للـ Task اللي بعديه بس طيب احنا هنعمل Control Z اللي هي undo عايز اقول ان انا عايز اعمل summary لكل مجموعة الـ Tasks دي فأنا بختار كل الـ Tasks اللي انا عايز اضفها وأقول ايه تحت Pull Down Menu Task Summary ففي الحالة دي زي ما نشايفين كده كل الـ Tasks اللي عندي حصل لها indent ناحية اليمين بقى عندي كل الـ Tasks دي بقى SubTask المين الـ Tasks عندي اللي هو الـ Summary Task اللي احنا مثلا هنسميه Buy Apartments اتحطت Duration Automatic اللي هي خمس تيام خمس تيام دي تحسبت ازاي؟ تحسبت ان الـ Start هو اول Start عندي في كل التواريخ اللي هو عشرين عشرة والـ Finish Date هو اخر Finish Date موجود عندي في كل التواريخ مش تجمعها لا هو اخر Finish Date فده بقى من عشرين عشرة لستة وعشرين عشرة وفايف ديس لو انا غيرت اي تاريخ من الموجودين عندي الـ Summary ده بيتغير Automatic سيء مثلا ان احنا موضوع الـ Evaluate بدل ما هو ثلاث تيام حنقول مثلا ان هو حياخد ثمان تيام يبقى هنا كانت النهاية عندي زي ما احنا شايفين جده ستة وعشرين عشرة حنقول ان الـ Evaluate ده حياخد ثمان تيام حيحصل ايه؟ حيحصل ان النهاية بقت تسعة وعشرين عشرة ليه؟ لان هو اخذ اخر تاريخ اللي هو تسعة وعشرين عشرة وحطوا هو عندي الفينيش هنا والـ Duration بدل ما هي خمس تيام بقت ثمان تيام الـ MS Project بيساعدنا بيقول احنا دلوقتي غيرنا تاريخ هنا اللي هو بدل خمس تيام عملناها ثمان تيام طيب التغيير ده اثر على ايه تاني؟ فـ MS Project بيعمل Highlight بلون ازرق خفيف زي ما شايفين كده الـ Finish Date هنا اضاير الـ Duration هنا اضايرت مجرد ان انا غيرت سيل واحدة اثرت لي على مجموعة كبيرة تانية من السيلز الـ MS Project بيعملها Highlight بلون ازرق بحيث ان احنا نعرف الـ Impact لأي تغيير احنا بنعمله على بقية المشروع اللي بيحصل لو انا محتاج اقول للـ MS Project ان تاسك عندي هو مش سب كاتيجوري مش سب سام تاسك من واحد من الساماريز فمجرد ان انا بدل ما عملت IN DENT اللي هي السهم اللي منتجه ناحية اليمين بعمل OUT DENT اللي هي السهم اللي منتجه ناحية الشمال فهنا مثلا عايزين نقول ان PAYMENT و PAYMENT دول الاتنين دول مش سب تحت PAYMENT ساماري فمجرد ان انا بختارهم وبختار الOUT DENT فبالتالي التلاتة PAYMENT ساماري و PAYMENT و PAYMENT التلاتة بيكونوا في نفس الليفل ما بيكونش في واحد فيهم سب تاسك لأي ساماري موجود عندي طيب عايزين نشوف تاسك تاني اللي هو تاسك تاسك اللي هو تاسك بيتكرر احنا هنا عملنا تاسك اسمه PAYMENT وبتاسك تاني اسمه PAYMENT وقلنا ان ده هيكون وقته كذا وده وقته كذا عايزين نقول ان MS Project نفس الموضوع ده بس بطريقة مختلفة شوي فخلونا نلغي تاسك خمسة وستة هنختار خمسة وستة ندوس الزرار اليمين وبنختار DELETE TASK عايزين نقول له دلوقتي ان تاسك اللي هو الجديد اللي عندي اللي هو هيكون فيه PAYMENT بصفة عامة هو تاسك تاسك يركيرينج يعني ايه يعني بيتكرر وحايزين ان هو يبتدي قبل تاسك لقم خمسة ده وبعد كده حنبقنا نلغي تاسك خمسة ده بعدين طيب فانا عندي برضو فيه تاسك بولدام منيو عندي تاسك جوه انسيرت لو انا اخترت السح اللي عندي تاسك بيفتح لي برضو منيو زيارة كده بيقول لي فيه عايز تعمل انسيرت التاسك ولا ركيرين تاسك ولا بلانك رو طيب انا عايز اعمل انسيرت ركيرين تاسك حيحصل عندي ايه حيقول لي اسم التاسك اللي انت عايز تدخله ايه حقول له انه هو مثلا Payment Schedule بتاع كل بتاع كل واحدة من المرة دي حيتكرر ايه حيتكرر كم مرة حنختار انما حيتكرر حيقعد فترة ايه هنا حياخد فترة يوم طيب حيتكرر كل ايه ايه حيتكرر كل اسبوع انا كل اسبوع عايز اعمل دفع حيتكرر يوم ايه في الاسبوع مثلا ايه حيتكرر يوم الثلاث من كل اسبوع ال Start هو Start للمشروع اللي عندي اقدر اغيره وهقدر اقول مثلا End After كم مرة او End By تاريخ محدد اللي انا اقول بعدين ما فيه جنفعات تانية حقولوا ان انا عايز اكرره اربع مرات فEnd After فور لو انا اقولت اوكي في الحالة دي حيظهر عندي ايه حيظهر عندي سامري للتاسك وتحتي هو اوتوماتيك دخل لي اربع تاسك Payment Schedule 1 و 2 و 3 و 4 وكل واحدة زي ما تشايفين كده اول واحدة يوم عشر عشرة بعدين سبعة عشر عشرة تلاتة احد عشر و عشر احد عشر الفرق الوحيد بس في Payment Schedule دي ان هي وان كانت سامري انما ما بقاش الايكون لها شكل البار هنا ما بقاش شكل البار السامري بقاش شكل البار التاسك العادي ومتكرر اربع مرات اقدر ان انا اشوف السب تاسك دول او اقدر ان انا اقفل عن طريق السهب الاسود الصغير ده جنب كلمة Payment Schedule لو انا اخترته فبيقفل لي الساب تاسك بيبقى انا عندي ان هو ايه التكرار اللي موجود عندي لو انا محتاج ان انا افتحهم بيبقى يكون موجود عندي ايه بيكون موجود عندي كل السابت اللي موجودة تحت يبقى احنا كده عرفنا مع بعض ازاي ان احنا نقدر نعمل edit التاسك ازاي نقدر نعمل copy paste recurring task ازاي نحن نقدر نعمل insert task وازاي نحن نقدر نعمل summary ترجمة نانسي قنقر